أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أن قطاع البترول واجه تحديات غير مسبوقة بداية من عام 2011 وما تلاها من أحداث ومرورا بجائحة كورونا وما خلفته من آثار ولكنه استطاع مواجهتها بتخطيط واع وفكر مستنير من خلال إطلاق استراتيجية متكاملة للتطوير وخلال نعقاد الجمعية العامة للشركة المصرية للحفر البحري تم الإعلان عن استحواذ قطاع البترول على نسبة 50% المملوكة لإحدى الشركات العالمية وأصبح قطاع البترول يمتلك بالكامل الحفارين البحريين القاهرة واحد والقاهرة اثنين وأشار وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملة أن الاستحواذ جاء في أفضل وقت حيث تشهد أسعار البترول العالمية ارتفاعا كبيرا متزامنا مع تنفيذ برنامج حفر مكثف في المياه الإقليمية المصرية